أهلا بكم اقتربت دمشق وبغداد من طي صفحة داعش الدموية مع استمرار تقلص مساحات نفوذه الرقى التي انطلقت منها أشهر حملات داعش التوسعية أوسط عام 2014 باتجاه مدينة الموصل العراقية المحررة تلقت ضربة قاضية فلم يتبقى بيد التنظيم إلا ما يقارب 15% من مساحتها وفيها 350 مقاتلا أجنبيا أغلبهم مصابون وباد وجود التنظيم في سوريا لا يتخطى 7% تتوزع بين مدينة البوكمال الحدودية والبادية من جنوب شرق السخنة إلى حمامي إلى جنوب دير الزور وصولا إلى الحدود السورية العراقية وهي منطقة سحروية لا تتضمن نقاط عسكرية حقيقية بهذا يكون التنظيم قد خسر 95% من موارد النفط والغاز الموجودة في المنطقة في الحصيلة قصت تسيطر على نحو 35% شرق نهر الفرات وشماله فيما يسيطر الجيش السوري على مساحة 60% تمتد من ريف حلب الشرقي إلى ريف حماء الشمالي الشرقي وريف الرقة الجنوبي وتدمر والحدود السورية الأردنية وصولا إلى دير الزور والحدود السورية العراقية أما في العراق فقد خسر داعش أغلب مناطق سيطرته ولم يتبقى له في الجهة الغربية سوى راوى والقائم غرب الأنبار المحافظة التي تتجه القوات العراقية نحوها لتحريرها بعدما استعادت الموصل وتلعفر والحويشة وقد دحر التنظيم قبل أقل من شهرين من جرود رأس بعلبك اللبنانية والمقاومة